اهلا ومرحبا بكم اعزائي الدارسين بدبلوم تنظيم وطرق العمل استكمالا لمكرر مادة تبسيط الاجراءات خطوات عملية تبسيط الاجراءات بتمر عملية تبسيط الاجراءات بمجموعة من الخطوات تبدأ باختيار الاعمال التي يجب تبسيط اجراءاتها تحليل وتحسين جزيئات العمل وضع المقترحات ثم التنفيذ والمتابعة للاجراءات الجديدة اولا اختيار الاعمال التي يجب تبسيط اجراءاتها ققادة عامة يفضل الاعتماد على المعايير الكمية في تحديد اولوية الاعمال التي يجب وضعها في عملية تبسيط الاجراءات ومن ضمن هذه المعايير التي يمكن الاعتماد عليها معدل شكاوى لعملة نسبة عدد الاعمال المنفذة في الوقت المخطط الى اجمال الاعمال المخططة متوسط نسبة الخطأ في ملء نمازج ومستندات العمل متوسط التكلفة الفئلية لاداء العمل الى التكلفة المخططة مصفوفة اختيار الاعمال نظرا الافتقار العديد من المنظمات لمقاييس تحديد اولويات الاعمال فنعطى عقد جلسات عصف ذهني لحصر الاعمال التي تحتاج لتبسيط اجراءاتها والاتفاق على معايير تحديد الاولويات ثم تحديد الاعمال ذاته الاولوي ويتم اعداد المصفوفة من خلال اعطاء وزن لكل معيار بحدة ادنى واحد ويتدرج هذا المعيار الى ان يصل الى عشر درجات كعلى تقدير لكافة الاعمال ثم يتم ترتيب الاعمال على حسب الاوزان ونجد من خلال المثال التالي ان هناك مجموعة من المعايير التي من خلالها يمكن اختيار الاعمال التي يجب تبسيط الاجراءات لها ومن ضمن هذه المعايير احتمال نجاح عملية التبسيط مدى اهمية العمل للعامل نفسه قصر الوقت المطلوب لتبسيط الاجراءات النتاج المترتبة على عملية تبسيط الاجراءات مدى عدم رضا العامل عن الاداء الحالي للعمل مدى خضوة العمل للسيطرة والرقابة مدى القدرة على تبسيط الاجراءات من خلال الموارد المتاحة وفي ضوء هذه المعايير المختلفة نجد ان هناك اربع اعمال مختلفة طلب الاجازة الترشيح للاعارة الترشيح لدورة تدريبية اجراءات المعاش ومن خلال ذلك نجد ان طلب الاجازة في احتمال النجاح حاصل على ست درجات الترشيح للاعارة على اربع درجات الترشيح لدورة تدريبية 3 درجات اجراءات المعاش 7 درجات ومن حيث الوقت المطلوب لعملية تبسيط الاجراءات نجد ان طلب الاجازة حاصل على 3 درجات الترشيح للاعارة 5 درجات الترشيح لدورة تدريبية 9 درجات بينما اجراءات المعاش 9 درجات وهكذا فنجد أن إجمال الأوزان التي حصل عليها طلب الأجازة 46 درجة الترشيح للإعارة 29 درجة الترشيح لدورة تدريبية 25 درجة إجراءات المعاشة 47 درجة ومن هنا نجد أن إجراءات المعاشة هي رقم واحد أو الأولوية الأولى في عملية تبسيط الإجراءات يليها طلب الأجازة يليها الترشيح للإعارة يليها الترشيح لدورة تدريبية وذلك في ضوء المعايير التي تم تحددها لاختيار الأعمال ويتضح من المصفوفة السابقة أنه يجب البدء أولا بتبسيط إجراءات المعاشة ثم طلب الأجازة ثم الترشيح للإعارة وأخيرا الترشيح لدورة تدريبية المرحلة الثانية هي مرحلة تحليل وتحسين جزيئات العمل ويقصد بها فحص تفاصيل وجزيئات أداء العمل المكرر تحسينه وذلك بهدف التأكد من أهمية مبررات أداء كل جزئية من العمل ويبدأ تحليل وتحسين جزيئات العمل بافتراض أساسي وهو أن الطريقة الحالية للأداء ليست أفضل الطرق ومن هنا تصار مجموعة من الأسئلة يمكن توضحها على النحو التالي ماذا؟ أو ما هو الإجراء الذي هو موضوع التحليل والدراسة؟ أين؟ أين يتم تنفيذ هذا الإجراء؟ وهل هناك أماكن بديلة أفضل لعملية التنفيذ؟ لماذا؟ لماذا يعتبر هذا الإجراء ضروريا؟ وهل يمكن الاستغناء عنه أم لا؟ من؟ من يقوم بهذا الإجراء؟ وهل هناك عاملين آخرين يساهمون في تنفيذ هذا الإجراء أم لا؟ متى؟ متى يتم إنجاز الإجراء؟ وهل هذا أفضل وقت أو أفضل ترتيب لهذا الإجراء؟ وأخيرا كيف يتم إنجاز الإجراء؟ ويجب مراعاة عنصر الترتيب والتسلسل في الإجراءات وذلك في ضوء التسلسل المكاني للإجراء التسلسل الوظيفي للإجراء ثم التسلسل القانوني للإجراء أما بخصوص التسلسل المكاني فيعني انتقال العميل من مكان أو حجرة ما إلى مكان أو حجرة أخرى وعدم العودة مرة أخرى لنفس المكان السابق أما التسلسل الوظيفي فيعني التأكد من علاقة شاغل الوظيفة بالموضوع الخاص بالإجراء أما التسلسل القانوني فيعني أن أي توقيع على أي مستند يكون له ما يبرره من الناحية القانونية الخطوة الثالثة هي مرحلة وضع المقترحات لا توجد شخصية محددة لوضع المقترحات الخاصة بتبسيط الإجراءات فيمكن أن يكون شخصا من الخارج كبيوت الخبرة والاستشارات أو قد يكون من بين موظف المنظمة أو من أي قسم بها وأيا كان الشخص أو الجهة التي تضع المقترحات الجديدة الخاصة بتبسيط الإجراءات فإنها تظل مجرد اقتراحات ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور قرار من الإدارة العليا بعملية التنفيذ المرحلة الرابعة التنفيذ والمتابعة للمقترحات الجديدة ويتحدد في هذه المرحلة الوقت الذي يستغرقه عملية تنفيذ تبسيط الإجراءات ومراحل التنفيذ والأشخاص والجهات القائمين بعملية التنفيذ والأسليب التي يمكن استخدامها في عملية متابعة التنفيذ عوائق نجاح خطة تبسيط الإجراءات أولا إهمال خطة التبسيط للشمول حيث تقتصر الخطة على بعض الإجراءات وليس كلها إعداد خطة التبسيط بسرعة وتحت ضغط بعض الظروف مثل رابط الإدارة أو ضغوط الرأي العام عدم أخذ رأي العاملين زو الخبرة أو تشجيحهم على تقديم اقتراحتهم بخصوص تعديلات المقترحة لتبسيط الإجراءات مقاومة التغيير بشكل عام ولذلك يجب العمل على التخفيف منها من خلال أن يكون التغيير في تبسيط الإجراءات تدريجيا بقدر الإمكان أن يتضمن مجموعة من المزايا للعاملين سواء كانت مادية أو معنوية أن يصدقوا حملة توعية لضمان فهم العاملين له اتباع سياسة الباب المفتوح وخاصة لاستقبال شكاوى العاملين والجمهور الخارج